موسيقى موسيقى معادة فأشار على الخليفة بالخروج إليه لا عظ لا يقول بأنه لك طلب أن يأتي كما قلنا قبل قليل طلب أن يخرج الخليفة وعائلة الخليفة والوزير أو قائد الجيش أو دويدار أو فلان وفلان مع عوائلهم لا يقول بأنه هذا أتى بأمر أو بتبليغ من هلاكو يقول هو الذي أشاره ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة أقول إضافة إلى ما قلت كيف فات الخليفة العباسي وحاشيته ومماليكه ولا أمة التيمية المرافقون له كيف فاتهم أن بروزة بن القمي إلى هلاكو قبل الجميع حسب أكذوبة التيمية يعني الخيانة والعمالة لهلاكو والدمار للخلافة العباسية وحاكمها وسلطانها بينما تنبه أمة التيمية لذلك بعد عشرات أو مئات السنين هذا الذي قدناه قبل قليل إذا كان خائناً وذهب بخيانه وبمؤامرة ورجع إليهم كيف قبلوا برجوعه كيف قبلوا بنصيحته وباستشارته فهل أولئك كانوا في مستوى شديد جداً من الغباء حتى التيمية في ذاك العصر بينما التيمية في هذا العصر أو ما بعد ذاك العصر اللاحقون بينما التيمية اللاحقون استخدموا السحر والتنجيم والشعوذة والكهانة وتحضير الأرواح وقراءة الكف فاكتشفوا ما كان مخفياً على أولئك هل خرج ابن العلقمي بموافقة الخليفة العباسي وعاشيته وعسكره وقادة عسكره المماليك ومماليك المماليك وإذا لم يكن بموافقتهم فلماذا لم يمنعوه وبعد عودته لماذا لم يعتقلوه أو يقتلوه لخيانته وإذا كان رافضياً خائناً فلماذا صدقه الخليفة وذهب معه إلى هولاكو فهل يوجد عاقل يصدق بخائن رافضي معروف الخيانة عند التيمية في ذاك العصر وبعد مئات السنين إلى الآن يلهجون التيمية بخيانة ابن العلقمي من ذاك العصر هو خائن إلى هذا اليوم يلهجون بخيانته كيف صدقه الخليفة وهل عاد ابن العلقمي بعلم هولاكو أو بدون علمه فإذا كان بدون علم هولاكو فأين المؤامرة إذن؟ رجع بدون علم هولاكو وأعطى النصيحة وقدم النصيحة أين المشكلة هنا؟ أن ابن العلقمي سبق وأن نصح الخليفة لتقديم هدايا كبيرة ثمينة مناسبة سنية لهولاكو كي يأمن شره فلم يأخذ بنصيحته فالخيار والأمر والنهي بيد الخليفة ولا يوجد من يجبره على ذلك فهو ليس بطفل ولا أمرأة ولا مجنون ولا عبد مملوك وتنزلا مع افتراءات التيمية فلماذا لا تفسر الأمور على ظواهرها وحسب هياقاتها الواقعية؟ فكما أن ابن العلقمي وضمن وظيفته كوزير ومستشار قدم النصيحة سابقا للخليفة ولم يأخذ بها ولما ضاق الخناق عليهم جميعا بادر ابن العلقمي بنصيحة للخليفة بأن يعرض لهولاكو عرضا مغريا بأن يعطيه نصف خراج العراق وكان يتوقع موافقة هولاكو لكن وقع ما لم يكن في الحساب فما ذنبه أراد أن يفعل خيرا من باب النصح لكن سارت الأمور بمشيئة الله على خلاف توقعاته وهو لا يمنك أي قوة ولا قدرة يجبر بها الخليفة على شيء فأين المؤامرة يا ابن تيمية ويا أمة التكفير مارقة العقل والإنصاف؟